وإلى الشأن اليمني تمكنت قوات الجيش الوطني بمساندة مقاتلات التحالف دعم الشرعية من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية رازح شمال محافظة صعدة هذا التطور جاء عقب هجوم على مواقع ميليشيا الحوثي أسفر عن سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من عشرة أشخاص هذا كما دمرت طائرات التحالف كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة لميليشيا الحوثي في المنطقة ذاتها في حين تمكنت الفرق الهندسية من نزع ثمانين لغما أرضيا وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات في المنطقة السكنية والطرق العامة من جهة أخرى أطلق صيادو المخى والخوخة احتجاجات واسعة تعبيرا عن رفضهم لتواجد السفينة الإيرانية المختفية بغطاء تجاري سافيز والتي تمثل دعما للحوثي في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر